بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أليس وصحبية أجمعين في هذه الحلقة سوف نتحدث عن نماذج مشرقة في تاريخ الفكر السياسي الإسلامي هذه النماذج للأسف الشديد لم تبرز ولم تأخذ حقها وحظها في الدراسة وفي البحث في المقابل برزت نماذج أخرى يعني تهم فيها الفكر السياسي الإسلامي بالخنوع وبالاستسلام وبتبرير الواقع بكل مظالمه والتمثلاته ويعني سوف أحاول في هذه العجالة في سلسلة حلقة أن أبرز هذه النماذج النماذج المشرقة في تاريخ الفكر السياسي لكن قبل ذلك لا بد من مقدمات أساسية حتى نستوعب هذا الموضوع لا شك أن الفكر السياسي الإسلامي يعاني من إشكالات عدة سواء تعلق الأمر بالجانب المنهجي أو المثهومي وهذا الأمر كان له تداعيات وانعكاسات على المجتمعات المسلمة حيث ظهرت العديد من المشكلات التي أثرت على المجتمعات الإسلامية والمجتمعات المسلمة عموما هذه المشكلات هي مشكلات بنيوية وعملية هذه المشكلات تراكمت عبر الزمان فتحولت إلى عقد نظرية وعملية بالرغم طبعا من الجهود المبذولة من طرف المجددين والمصلحين في القرن العشرين هو بداية القرن الواحد والعشرين لماذا؟ لأن بعض هذه الجهود للأسف الشديد سقطت في مظالق فكرية وعوائق عملية غير سليمة وبالمناسبة هذه العوائق والمظالق هي كثيرة لكن سوف أركز على عائق واحد أقدر أنه عائق مهم قد أفرز هذا النوع من الاجتهاد وعلى هذا النوع من الفكر السياسي تضييع المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية كحفظ النفس أو ما يعبر عنه أيضا بحفظ الحياة وإهمال والتفريط في أمهات القيم الإسلامية كقيمة العدل والحرية والكرمة الإنسانية في المقابل نجد التركيز والحرص الشديد على جزئيات الشريعة التي هي في الأصل فرع بسيط من هذه المقاصد وهذه القيم الكبرى ولذلك نحن في مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق نسعى إلى تقديم رؤية تتمثل في الإسهام في التجديد أو في تجديد الفكر الإسلامي تجديدا أصيلا عميقا وممتدا إلى مختلف المعارف الإسلامية جاعلا من هذه المقاصد والمعارف من هذه المقاصد وهذه القيم الكبرى الأساس والمرتكز وطبعا من هذه المجالات والمعارف الإسلامية مجال الفقه السياسي الذي سيكون مادة للبحث والدراسة في المركز بحيث يتم تناول هذا الموضوع من مدخل أخلاقي كباقي الموضوعات الأخرى سيتم تناولها من مدخل أخلاقي حيث يتم إبراز طبيعة العلاقة التي يفترض أن تكون بين الأخلاق والسياسة من منظور إسلامي وكذلك إبراز جهود علماء المسلمين في هذا الصدد بل إبراز أمهات القيم الإسلامية والمقاصد الكبرى التي يجب أن تحكم السياسة وتؤثرها إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى